الحمد لله الملك الديان العزيز المنان خالق الإنس والملائكة والجان الذي من علينا بنعمة الإيمان وبركة القرآن أحمده سبحانه وتعالى على عظيم الفضل وواسع الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جهة ولا مكان وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم زل قلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئٍ إلا وصل بإذن الله وهي خير زادٍ ليوم المعاد فاتقوا الله في السر والعلانية واسمعوا معي قول الله عز وجل في كتابه العزيز حيث قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمرنا الله تعالى بوقاية أنفسنا وأهلينا من النار والتي تتسعر بالناس والحجارة وكيفية الوقاية تكون بتعلم علم الدين وتعليم الأهل ذلك لأنه بعلم الدين يعرف الإنسان الفرق بين الإيمان والكفر وبين الحلال والحرام وبين الحق والباطل أما من غير تعلم لعلم الدين فيخبط الإنسان خبط عشواء يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق وقد يعتقد في قلبه ما ينافي عقيدة المسلمين فلا يعتبر عند ذلك عند الله مسلما لأجل فساد عقيدته وإن كان ظاهرا يتشبه بالمسلمين بأداء الصلوات والصيام وغير ذلك لأن عقيدته قد تلفت وفسدت لذلك لابد من الحس على تعلم علم الدين كما بيّن علماء الإسلام ثم أخبرنا الله عز وجل أن نار جهنم عليها ملائكة خزاناً وزبانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أصل من أصول الإيمان أن تؤمن بوجود الملائكة الكرام على ما بيّن الدين ليس على ما قرأت في بعض الكتب أو في الإنترنت أو من خلال أفلام وغير ذلك بل يجب الإيمان بالملائكة كما أمر الله عز وجل وكما بيّن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فالملائكة أجسام نورانية أي خلقوا من نور ليسوا ذكوراً ولا إناثاً لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون ولا يتوالدون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كل الملائكة أولياء الله لأن الله تعالى سخرهم ووفقهم للطاعة فلا يعصون الله تعالى أبداً فلا يوجد ملك من الملائكة عصى الله تعالى فليحذر كل الحذر مما يروجه بعض الناس من قصص باطلة في حق ملائكة الله الكرام من ذلك أن البعض يفتري على الملكين هاروت وماروت فيذكرون أنهما نزلا إلى الأرض وركبت فيهم الشهوة وشرب الخمر وفتنا بامرأة يقال لها الزهرة فزنيا بها وقتلا نفساً بغير حق وغير ذلك من الأباطيل كل هذا لا يليق في حق ملائكة الله إنما الذي ورد ما جاء في قوله تعالى يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُّ بعث الله ملكين هاروت وماروت نزلا إلى الأرض صارا يُعَلِّمان الناس الفرق بين السحر والمعجزة حتى يُميِّز الناس بين سحر المشعوزين وبين معجزات الأنبياء وكانا يقولان للناس نحن فتنة أي ابتلاء أي يبتليكم الله بنا معناه من عمل بهذا السحر الذي نعلمه إياه يهلك أما من لم يعمل واكتفى بهذه المعرفة للتفريق بين السحر والمعجزة فما عليه شيء هذا كل ما ورد بشأن هذين الملكين الذين يُطيعان الله عز وجل ولا يعصيان أوامرها كذلك الحذر مما يقوله بعض الناس من قصة مختلقة مصنوعة يزعمون أنه يوم القيامة بعد أن يقبض عزرائيل أرواح الناس ويبقى هو حيا يقولون يأمره الله أن يقبض روح نفسه وعندما يحاول نزعها يشعر بألم شديد فيقول على زعمهم لو كنت أعلم أن أخذ الروح يسبب هذا الألم ما كنت قبضت روح إنسان قط هذا من الكذب والافتراء لأن عزرائيل عليه السلام ملك الموت هو من الملائكة العظام لا يعصون الله ما أمرهم ولا يترددون للحظة في تنفيذ ما أمرهم الله تعالى به فكيف يقال بأنه يقول لو كنت أعلم أن أخذ الروح يسبب هذا الألم ما قبضت روح إنسان وليعلم أيضا أنه يجب الحذر من الاستهزاء بنبي الله بملك الله عزرائيل هذا الملك مأمور من قبل الله بقبض الأرواح فهو ينفذ أمر الله لذلك حذر العلماء وبيّنوا أنه من الكفر مسابة ملك الله عزرائيل الذي يسب عزرائيل عليه السلام لا يكون من المسلمين والذي يسب جبريل عليه السلام لا يكون من المسلمين وكذا باقي الملائكة قال الله تعالى من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوًا للكافرين أي من يسب ملكًا من الملائكة لا يكون من المسلمين يا أحبابنا فاحذروا وحذروا غيركم كذلك احذروا مما يروج في كتب أولادكم في بعض المدارس وعبر الإنترنت من تصوير صور للنساء بأجنحة ويقولون عن هذه الصور بأنها ملائكة هو العياز بالله فالملائكة ليسوا ذكورًا ولا إناثًا ولا يتشكلون بأشكال الإناث أبدا قد يأخذون شكل الزكور من غير آلة الزكورية كما كان جبريل عليه السلام يأتي أحيانًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر أما أن يتشكلوا بشكل الإناث فلا فقد قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة من هم الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ الكفار إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنساء لذلك من الكفر أن يقالوا عن الملائكة إناس والله تعالى يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم أي هل كانوا موجودين عندما خلقت الملائكة فقالوا عن الملائكة إناس فاحذروا وحذروا أولادكم وعلموهم أن الملائكة ليسوا ذكورًا ولا إناسا ثم الملائكة لهم وظائف وهم في السماوات وحول العرش أكثر مما هم في الأرض فالملائكة سكان السماوات بل قال عليه الصلاة والسلام ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم القيامة معناه هم في عبادة دائمة كحال من يدخل المسجد فيرى الناس يصلون هذا في القيام وهذا في الركوع وهذا في السجود الملائكة سكان السماوات السماوات مزدحمة وممتلئة بالملائكة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد موضع شبر أو أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد فالله خلق السماء وجعلها مسكناً للملائكة وخلق العرش إظهاراً لقدرته وهو كالكعبة بالنسبة للملائكة الذين هم في السماوات العلا يطوفون حول العرش كما يطوف المؤمنون حول الكعبة كما قال ربنا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فالله لا يسكن السماء والله لا يجلس على العرش بل ربنا موجود أزلاً وأبداً بلا مكان لا يحتاج لسماء ولا لعرش ولا لكرسي كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان كما أن المؤمنين إذا ذهبوا إلى مكة وطافوا حول الكعبة ليس معنى ذلك أن الله يسكن الكعبة حاشاً كذلك الملائكة الذين يطوفون حول العرش ليس معنى ذلك أن الله يجلس على العرش بل ربنا لا يوصف بالجلوس والقيام والقعود والصعود والنزول والحركة والانتقال والجسم كل ذلك من صفات المخلوقات بل ربنا تمدح بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة التي بها النجاة يوم القيامة إن الله على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير هذا وأستغفر الله الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد البشر أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية Dear Brothers in Islam الله سبحانه وتعالى ordered us in Surah Al-Tahreem to protect ourselves and our families from the fervid fire that is fueled by people and stones Allah also mentioned that there are angels in charge of hellfire who are strong who never disobey Allah عز و جل and they always fulfill the orders of Allah سبحانه وتعالى it's amongst the tenets of faith to believe in the existence of angels as Allah mentioned in the Quran and as explained in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم and as per the teachings of the scholars not as you see on TV or on the internet rather the belief in the angels must be in accordance with the religious texts the Prophet صلى الله عليه وسلم said the angels were created from light the angels are not males nor females they do not reproduce they do not eat or drink they do not sleep or get tired they always fulfill the orders of Allah عز و جل and they never disobey him that's why all the angels are righteous believers righteous Muslims they never disobey Allah عز و جل here I would like to warn you against a fabricated story about two honorable angels mentioned in the Quran in Surah Al-Baqarah Harut and Marut these two angels were sent by Allah عز و جل to earth to teach people how to differentiate between sorcery and miracles so they won't get confused between sorcery and a miracle they started teaching people how the sorcerers perform their sorcery so they can differentiate between sorcery and miracles however they told them we are a test for you from your Lord meaning whoever practices the sorcery we are teaching him will be sinful and deserves the punishment of Allah but the one who does not practice will keep the knowledge to himself so he can differentiate between sorcery and miracles won't be blamed however some people added to this story and they made fabrications they claimed that these two angels drank alcohol and fornicated with a young girl called Az-Zuhra and they killed someone unjustly this fabrication does not befit the angels of Allah who always fulfill the orders of Allah also it's not true that angel Azrael the angel of death when he's ordered they say when he's ordered to take his soul out he tries to take it out and he feels the pain they say which is not true that he says oh my lord had I known that taking this soul out of the body is that painful I wouldn't have taken any soul out of the body that means he's objecting to Allah's order angels never object to Allah's orders so this story is fabricated as well also be warned against what your children may see at schools or on the internet or sometimes in the shops they have sculptures or pictures of females with wings and they claim these to be angels we mentioned that amongst the fundamentals of our belief is that the angels are not males nor females if they were to take the shape of a human being they take the shape of males without the private parts but they never take the shapes of females as Allah mentioned in the Quran that those who do not believe in the day of judgment those who are blasphemers they claim that the angels are females learn the correct belief in Allah in his messengers in his books in his angels in the day of judgment and in the destiny of Allah to make sure that you have the proper belief in your heart and adhere to it remain steadfast on it because this is the essence of your salvation on the day of judgment we ask Allah to keep us steadfast on Islam to make our end as righteous Muslims ameen وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِنِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا زنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعزبنا فإنك علينا قادر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة